وصلتنا لليوم رح تكون عصير الفراولة بدون اي اضافات لا لبن ولا حليب ولا موز ولا اي اضافات تانية باتمنى ان الطريقة تعجبكم ويريد تكتبولي في التعليقات شو جاي على بالكم عصاير في رمضان نطبقها مع بعض عندي هان كمية من الفراولة جزء منه رح اعمل عصير اليوم والباقي رح احطه في اكياس تفريز بالفريزر واطلع منه واستخدمه وقت ما احتاجه اول خطوة بعملها اني بزين الجمع الاخضار الموجود في الفراولة وبغسلها كتير كتير منيح بعد هيك في عندي هانا اكياس التفريز رح احط فيها الكمية الي بتناسبني لعمل العصير في كل مرة بحتاج فيها اني اعمل عصير انا بالنسبة لي الكمية هذي كافية للعصير رح افرزن باقي الكمية كلها واخلي بس الكمية الي بدي اعملها عصير هي الي بدون تفريز هاي الاكياس الحين رح احطها بالفريزر والكمية الي ضلت عندي هي الي استخدمها للعصير رح اضيف حبات الفراولة في شاف الخلقة اذا توفر عندك بنجر مسلوق تقدر اضيفيه برضو للعصير بيعطينا لون احلى وبضيف قيمة غذائية اعلى ورح انزل عليهم بالماء انا ضفت حوالي 3 اكواب من الماء بتقدر انت اضع في الكمية حسب عيلتك وضفت حوالي الربع كوب من السكر ممكن تستغني عنه اذا كانت الفراولة حلوة عندك وممكن تحليه بالعصر اذا بتحب نكده وبخلطه كتير منيح هاي الخطوة اضافية انا حبيت بس اني اعملها عشان ازين الاكواب عندي عندي هانا شوية سكر وصص فراولة بنزل كاسة العصيرة اول اش بصص الفراولة عشان تتكون عندي طبقة على الداير وبعد هيجا رح انزلها في السكر شايفين كيف صارت حواف الكاسة عندي وهيك بتكون جاهزة اني اصب فيها العصير طعمه عن جد رائع للناس اللي ما بتتحمل الحليب او اللبن او الموز هاي الطريقة كتير رح تعجبكم وزينته بقطع من الفراولة وشريحة ليمون بتمنى انو الفيديو اليوم يكون عجبكم ازا عجبكم لا تنسوا اللايك وازا اول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنزل على القناة صحة وعافية اشتركوا في القناة